السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فن وحس معكم يا صبري. يا رب اكونوا بخير ودايمان متابعيني ويكون خفيف على قلوبكم. نهدا ان شاء الله هنعمل الوحدة الجميلة قوي دي. هي وحدة سهلة جدا وبسيطة جدا وهنعمل منها ااا فيست او او طوب او بلوزة سيفي. اا اه فانا لو اول هعلمكم الوحدة وازاي نشبكها وازاي نعمل نص وحدة اللي هي تبقى مسلسة يعني نص الربعة ده كده. والفيديو اللي بعدين شاء الله هباريكو ازاي هنعمل بلوزة نعمل الظهر غير الوش. وتابعوني. ويلا بسم الله. اي انا هشتغل بخيط كوتون جولد وخط اه ليزا كوتون جولد وهو خيط خمسين في المية قط و هشتغل بابرة آآ تلاتة ونص مليميطة. مش باينة قوي. وهنعمل هنلف كده. وهناخد الخط كده. هنعمل عقدة سحرية. وهلف الدايرة دي بسه همسكها كده ورفها كده. الحيط القصيرة دي تبقى لجوه. تمام? هندخل الابرة وهاخد الخيط كده هتلعه البرة. هعمل اربعة سلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. هاخد لفة وهدخل جوه الدايرة وهاعمل عمود. هاخد لفة آآ سلسلة سوري وهاخد لفة وادخل جوه الدايرة واعمل كمان عمود. هعمل سلسلة عمود سلسلة عمود جوه الدايرة دي لغاية ما يبقوا اتناشر عمود. وصلوا اتناشر آآ عمود وعملت سلسلة وهقطع آآ الخيط. هسيب بسافة عشان بس ما اجي نظف آآ الخيط. وهجيب آآ اللون التالي. بدخل الابرة الاول في قلب آآ تالت سلسلة واحد اتنين تلاتة. هسيب آآ الرابعة عشان ده بتاعة الفراغ. هدخل الابرة آآ كده. وهربط الخيط الاول قبل ما شده. هربطه. هسيب مسافة كويسة عشان اقدر انضف بيها آآ الشغل بعد ما خلص. شد ايه جامد? كزا. تمام? هالف آآ هاخد الخيط كده. هسحب. الخيط بقى ايه? هو اللي هيتلع لفوق. تمام? هاخد تلاتة سلسلة. هعمل تلاتة سلسلة. هيخد لفتين على الابرة وهدخل في نفس المكان اللي انا طلعت منه. وهقفل قفلتين بس. ادي قفلة. والتانية للعمود. وهعمل لفتين تاني ده. تلات عوميات بلفتين. العمود الواحد بلفتين. هقفلهم كلهم سوا. هعمل قفلة. ادي التانية. وهقفل كلهم سوا. تاني. هعمل خفصة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهالف لفتين على الابرة. وهدخل فوق العمود اللي بعدها. العمود التاني ده على طول. تمام? هقفل. افلتين. ومعي هوا حلقتين على الابرة. هيخد لفتين وهدخل في نفس المكان. هقفل. افلة. التانية. هاخد لفتين وادخل في نفس المكان. هاخد لفة وقفل. افلة. والتانية. اكيدا انا افلت كل العمود. افلت واطلع من الكل. هعمل خمسة سلسلة وهكرر لغاية اخر السطر. طريقة بعض. خمسة. هعمل لفتين. وهكمل العمود اللي بعدها. لاخر السطر هكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما خلصها. كملت الاخر السطر وهعمل آآ اخر قفلة. مش هقفلها بخمسة سلسلة. هعمل اتنين سلسلة بس. وهاخد لفة وهدخل في التجمع الورق اللي فوق دي. هياخد لفة واطلع. واخد لفة. هعمل عمود يعني كده بعمل واخد لفة اطلع من اتنين. ولفة بطلع من اتنين. عشان ابقى في نص الفراغ. هاخد سلسلة. هعمل سلسلة. وهاخد لفة وادخل في الفراغ اللي بعديها وهعمل عمود. هياخد سلسلة. واعمل عمود في نفس الفراغ. هعمل سلسلة. وهعمل عمود في نفس الفراغ برضو. هعمل سلسلة. وهاخد لفتين. وهدخل. هعمل عمود لفتين. يبقى انا عملت تلتة عميد لفة من كل عمود وعمود سلسلة. وعدين عملت عمود لفتين. هياخد سلسلة وهعمل كمان تلات عواميه. هنا سلسلة عمود سلسلة. عمود سلسلة. تمام? اهو. بقوا عندي سبعة عواميه. اتنين اربعة ستة سبعة. هعمل سلسلة وهعمل حشو في الفراغ اللي جنبيها. هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هعمل فراغ في هعمل حشو في فراغ اللي بعدين. هعمل سلسلة واحدة. هياخد لفة وادخل هنا. وعمل عمود. هياخد سلسلة وهعمل عمود. نفس اللي انا عملته آآ هناك. تمام? هاخد سلسلة وهعمل عمود وبعدين هعمل آآ سلسلة. وهعمل عمود لفتين هنا اهو. كده. تمام? هاخد سلسلة وهعمل تلات عواميه بين كل عمود وعمود. سلسلة. ادي عمود سلسلة. عمود سلسلة. عمود سلسلة. ادي اتنين تلاتة. وادي اتنين تلاتة. والعمود اللي هو لفتين في النص. هياخد خطة سلسلة وهعمل حشو في البعضية وبعدين خمسة سلسلة وهكمل لاخر السطر. ده شكل الوحدة بعد ما خلصناها وهنقفل بخمسة سلسلة في اول آآ غرزة اتنينها. آآ ده شكلها. هنبتدي دلوقتي آآ نشبكها. آآ اتفقنا زي ما بنشبك بنشبك اول آآ اول وحدة بنعملها تملة والوحدة التانية انا عملتكم قبل كده في فيديو عن تشبيك آآ المربعات الجراني بغرزة الحشو. لكن هنا التشبيك اللي هو التشبيك العادي. اللي احنا بنشبك آآ واحنا شغالين في اخر آآ سطر. وانا بالنسبالي بفضل التشبيك ده علشان بحس ان هو بينجزني آآ في الوقت. غير لما آآ تعودي آآ تخلصي وبعدين تشبكي. بس في ناس بتفضل الطريقة التانية على اساس ان هي آآ بترتاح كده يعني كل واحد راحته. انا عن نفسي بحب يعني شغالة في الاتنين بس بحب بتشبيك ده اكتر. آآ هنا انا عملت وحدة كاملة والوحدة التانية. هاجي في الزوية هعمل تلات عواميد اللي هم بين كل عمود وعمود سلسلة. وهعمل العمود سلسلتين. وهبدأ اشبك من الزوية دي. همسك الوحدة دي ده الوش بتاعها وده الظهر. تمام? ادي الظهر هو. ادي العمود الاولاني والتاني. ادي العمود الاولاني هو التاني والتالت. خلاص هسيبهم. هاي في العمود اللي هو لفتين وهدخل من يعني من قدام الورا. كده اهو. هدخل الابرة هنا كده. في في الورا. وهاخد الخيط اللي في ايدي هسحبه. الورا كده. اهو هطلعه الورا كده. هعمل سلسلة. وهمسك اللي هي قدام دي. هعمل عمود. في نفس اه الفراغ. ادي عمود. هعمل سلسلة. وهعمل العمود في نفس الفراغ. في العمود التاني ده. انا هشيل الابرة وهدخلها فين? هم? ده العمود اللي احنا شبكين منها واللي هو العمود لفتين. هسيب العمود اللي بعدين وهدخل في اللي بعدين. تمام? اللي هو الوسط بتاعه. هدخل آآ الابرة من وراء من قدام الورا كده. وهسحب الخيط ده. كده. وهعمل سلسلة. هعمل عمود في نفس الفراغ اللي قدامي. وهعمل سلسلة. وهعمل غرزة حشو. في الفراغ اللي بعده هنا. هعمل سلسلة. اتنين. وهشبكهم في الكوس اللي وراء ده. من هنا بغرزة حشو في النص كده. غرزة حشو. هعمل اتنين سلسلة كمان. وهعمل حشو في اللي قدامي هنا. تمام? هعمل سلسلة. وهعمل عمود في نفس المكان. الفراغ اللي بعد سوري. هعمل سلسلة. وهعمل عمود في نفس الفراغ. في العمود التاني ده هبتدى شبك. همسك. الوحدة الورا. ادي العمود الاولاني التاني هروح مدخلة من وراء القدام كده. واسحب. الخيط ده كده. وهاخد سلسلة. وهعمل اخر آآ قضي تالت عمود وهاخد سلسلة كمان. وهعمل عمود لفتين. في نفس الفراغ. اللي هو بتاع الزاوية. اهو العمود لفتين. اخر تشبك في الوحدة دي اه دي واحد اتنين. آآ تلاتة انا هشبك في العمود اللي هو لفتين اللي هو الرابع ده. هدخل من وراء الخيط كده من قدام الوراء. وهياخد دي كده. كده هو. وهياخد سلسلة. وهعمل اكمل بقية الوحدة بتاعتي. هعمل تلاتة عامدة الفضلين. كده. هعمل تلاتة عامدة عادي وهكمل ايه? بقية الوحدة بتاعتي. آآ شبكت القطعتين آآ بقى وشكلهم آآ آآ كده. هنبدأ نشبك قطعة في قطعة. الفيديو الده جاي هو هكمل لكم هعملها لكم آآ طب او بلوزة او آآ آآ جزء كده بتليبس من فوق الهدوم آآ هشبك لكم هنبتدي نشتغل آآ وحدة وحدة انا هقول لكم الشرح انا شرحت لكم التشبيه. آآ بعد كده هوريكم تشبيه آآ اللي هو اللي من كزا جانب وهقول لكم ازاي نقفل البلوزة وازاي نعمل آآ آآ الضهر بتاع عامله ضهر آآ مختلف. هنا انا هوريكم ازاي ننظف آآ الشغل. هيحط الخيط في الايبرة كده. وهندخل هنصرح الخيط ده من وراء الشغل في الظهر. كده هو. بحيث ان هو ما يبنيش من قدام اصلا. ولا من وراء. كده. هرجع بالخيط بقى تاني. يعني انا جيت كده قدام هرجع بالخيط تاني. ليه? عشان مع الحركة والغسيل واللبس وكده ما يفقش مني وابقى متبتة عليه. كده. واقصش هو الخيط بس براحة عشان اقصش حاجة. تمام? اه. فيش اي حاجة. خلاص. آآ يا رب يكون آآ سهلة عليكم و يا رب اطبقوا الوحدة وتعملوها وان شاء الله الفيديو الجاي انا هوريكم آآ بلوزة هي انا عاملة جزئية منها وهكملها. اهي. عاملة جزئية كبيرة الحمد لله منها ايه? فاحنا هنكملها وهوريكم ازاي تشابهكم الجزئية زيه وازاي نكمل آآ البلوزة واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وشير ودوسوا على القرص عشان نسألكوا كل جديد وشير لصحابكم علشان يستفادوا آآ زي ما انتم استفدتوا. والسلام عليكم.